دكتور خالد عبد العزيز مندرس واستشاري أمراض النساء والتوليد طب بالأصر العيني بسأل خير يا دكتور السلام نوري اللي أنا بقوله ده صح ولا إيه؟ طبعا مقدمة جميلة جدا بس هي الموضوع مش فكرة موضة وكده يعني هو القرار المفروض دايما الدكتور هو بيكلم مع البايشن بتاعتها ومع مريضة بتاعته لازم يقول لها هي أصلا ينفع طول الطبيعي ولا خيصري تمام؟ لو الاتنين ينفعوا بقى أكيد الطبيعي أحسن طب لو حضرتك قلتلي دلوقتي أنا عندك في العيادة قلتلي لا أنت ولدتك طبيعي يعني الحمد لله ما شاء الله كله تمام وكله في مكانه وأنت مفروض تولدي طبيعي وأنا جيت قلت لحضرتك لا أنا عايزة أولدي قيصري أسألك بقى ليه عايزة أولدي قيصري هتقولي لي حاجة من ثلاثة هتقولي لي أنا مش عايزة أحس بقلمها دكتور تمام هتقولي لي مثلا عايزة أولد أي جوازي أو عيد أي حاجة عندها أصلا مش فاضية بعد كده عشان عندي مناسبة مثلا أو هتقولي لي مثلا أنا خايفة الولادة طبيعية المتكررة يكون الدنيا مثلا في الولادة الطبيعي بتبقى محتاجة ساعة من التصليحة أو حاجة زي كده أنا المفروض أقولك أن لأ 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 يعني بالنسبة للولادة الألم يعني عندنا حاجة اسمها أولادة دون ألم دلوقتي اللي هي حاجة اسمها الإبيديوريل اللي هي بتتاخد في الظهر دي والناس تبقى تخاف من الظهر وتقولك الظهر ودهري عادي وجاعني بعدها ده ممكن لو يقولك لا يجي لي شلل بعد كده أصل اللعبة في الظهر في العمودة لو اللي بيديها دكتور أكيد مش هي شل يعني طيب وإيه ميزة بقى دكتور أصل أنا يعني كذا حد عندنا في العيلة عمالها إيه ميزة أن أنا بروح أولد ووغد الحقنة دي في الظهر وقعد أتفرج على نفسي والدكتور عمال يفتح في بطني وكل الألم دي وأنا شايفها بعيني وصحية كويس إيه العائد اللي هيود عليا يعني العائد أمان غير عادي يعني هو دلوقتي اللي وحنا نتكلم على التخدير ده مش رعب في حد زيته لا خالص فإن أنا شايفة دكتور ماسك المشرت وبيخيط لا لا العكس يعني ناس بيتبسط جدا لما تخرج وشافت البيبي هي أول واحدة تبقى خارجة بقى فائقة من بلين وجوزها جنبها ماسك إديها بتبقى ده لما يبقى جوزها جنبها ماسك إديها المفروض فإنما مندخله يعرفون مندخله طبعا في حاجة زي كده تمام فلو أنا هقارن غير شعور بالألم نفسه ده حاجة مهمة أنهي أأمن الولادة بدون ألم اللي هي القبلة اللي في الظهر يقولوا عليها دي ولا البنجل كلي بلا أي مقارنة بلا أي مقارنة طبعا اللي هي البنجل النصفي أو ماساميه ريجنال كواجه عاميا طبعا ليه حاجة زي كده البنجل اللي هو موضع ده سهي ومش موضع يا ريجنال نتخدر المنطقة نفسها يكون معنا زي في أقل حوالي 300 سنتي لأن طبعا البنجل كلي بيخلي كل الجسم مرتاخي وبالتالي الرحم يكون مرتاخي ولكن أنت علامي أن الرحم ده بيوصل له حوالي 600 سنتي دم في ديئة 600 سنتي دم في ديئة فلو أنا تدخلت بشكل أو بآخر هو بالبنجل كلي ساي ما خليتش هذا الرحم ينقبط فكل ديئة بتعدي والرحم مش مقبط بنفقد حوالي نص لتر مثلا ثلاث دقائق فقدنا لتر ونص منخش في مشكلة كبيرة يعني فعلا السيدة لما بتاخد بنجل كلي بتنزف كتير جدا أكتر طبعا بتبقى مشكلة في العملية أكتر طبعا وبتبقى طبعا طول التخدير للشاطر يعني فيه غاز مثلا اسمه يعني فلوثين مثلا ده بيخلي الرحم يما ينتقبطش قوي فالدكتور يقل له طب هيد دي أدوية تانية علشان يخلي الرحم يقبط معادلات كتير يعني واخد بالك إيشو بيتعامل معاه إن أنا مش عايز رحم ينزف بس الطبيعي إن هو ينزف ده واحد تمام اتنين نسمع عن واحد يقول لك مثلا سدر وحش أو سب تشرب سجارة أو حاجة زي كده يعني يعني من شربش طبعا تمام والكلام ده فما ياخدش بنجل كلي أهلا البنجل كلي بيعمل تهيج في الأخشية المخاطية بتاعة الرئة نفسها فبيخرج حتى بعد كده لو أحد مدخن بيخرج من العمليات سدر وبيقضي كوح وفي جرحة في البطن وطبعا بيبقى ألم جامد بيبقى ألم وبرحة فبي بياخد مشوار مع السدر مشاكل البنجل كلي لو مثلا زي ما يعني وإحنا بنسمع قدنا عن حوارس ربنا رب يسلمنا جميعا الأكتشين مش عارف إيه اللي حصله البتاع فكت من الزور يعني حاجات كده معينة الحوادث اللي تحسن للأخش اللي ممكن ما يوصلش فيعمل لنا مشاكل تانية طيب في البنجل كلي عمل من فوق منه بتاعتنا ده في مركز الضغط بتاع القلب في مركز التنفس في مركز القيء وما إلا ذلك فالدكتور البنجل هو بيرجع العيانة تانين للوعي بتاعها هو بتعامل مع كده فممكن الضغط له مثلا عيلي قوي يعني شوية مشاكل كده في الإفاقة نفسها من وغير متوقع مشاكل غير متوقع أحلى حاجة بقى اللي هم يعني طبعا بقى تكلم السيدات في الكلام ده تطولين هم ها كده والكلام ده المهمة بقى في الموضوع ده اللي هو بيختانع يعني اللي وجع بعد العملية احنا في الوانا عايزة عملية في دوفري هنا سي فيه عصب بغازي دوفري فأنا هجيب إبريل مسلا وقدر هذا العصب فبالتالي مش هايستي حاجة دوفري فأقدر أعمل كل ما نعايزه في البنجل اللي هو النصفي أو الإبيديوري يعني فهي فرق بين الاثنين هتكلم عليه كمان شوية أنا بعد العملية أقدر أدي تاني جرعات 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 فنقعد يعني واحد مثلا حاجة تعوارت في أسبوعي بعد تشارع عليك مثلا تلاقي أول عشرة ده كده أسبوعي بيقع جدا بعد عشرة ده الواجع هدي فعملية في البطن بقى تلاقي أول ست ساعات 12 ساعة الواجع جامد شوية ألام صعبة جدا وأي كان بقى نوع المسكن اللي بيتاخد وليد وكده ما يبقاش طبعا بقوة أن أنا جيت العصب إلينا لهذا الإحساس أفوا وروحت مديله أجازة لو بعدين حتى لو كلي أنا بأخذ مسكنات جسمي كله بتسكن لكن أنت بتسكن المكان بس ده مثلا بس موليس ألا لو حاجة كانين في نوع اللي هو مخدرات مثلا أسف مخدرات ده أدوية لا يعني مسكنات أهما بعد الأولادة بيبقى الدكتور بيدي كم مسكناتها عالية جدا فهي حتى بتبقى مش قادرة تشوف البيبي يعني هتبى الأم تعد يومية تلاتة بعيدة مش عارفة تصحى تاخد مسكن تلاتة يعني في الإبيديورال برضو وده بيمش طبيعي قيصري على فكرة مجرد ما الأم تفوق يعني هم مش فاقية أصلا أثناء العملية هاتنا عملية نجبلها البيبي وتردعه وتقدر تقعد والجرح مش وجعها والتكلام ناك بالضبط فده أول سبب ممكن هي تقول لي يا دكتور أنا مش عايز أحس بالألام بتاعة الولادة الطبيعي أنا قل لها في حاجة اسمها أبيديورال دي بتخليكي قاعدة بتقريم جلات تتكلم مع أصحابك وانت بتولدي طول ما نطلق شغالت مش حاس حاجة بحاجة خالص أثناء الولادة كمان تخديش بنجل الجرح اللي بنعمله حاجة اسمها فيزياطمي أو شقق أعجان في الولادة الطبيعي برضو ده بيجعهاش خالص المفهود عشان احنا بنكمل في البيبي تيور رقم اتنين هتقول لي مثلا تاريخ جاهد جوازنا 6 أكتوبر أي يعني أنا هولدك اليوم ده لا خليها اليوم كذا عادي مش شرط قيصري خالص احنا عندنا وانني لأنصح بهذا يعني ولكن طالما كده كده دخيني على ريسك بتاع أو أن خلاص نقول القيصري لا ممكن نقول الطبيعي لو الدكتور فحص لأنا الحوض كويس الراس في الحوض عنق الرحم ده يعني مفوض قبل أن يبدأ يطرى شوية يأسر شوية يوسع شوية تحدث في بعض التغيرات الفيسيولوجية اللي هي تخليني أطمن أنا كدكتور أن إن شاء الله هنقول الطبيعي بنخش المستشفى قبل هي وناخد طال إصنع يعني كان صورته في قراس يعني مادة معاناة اسمها بروستاج لندن أو بناخد الوريد ده أنا بحبوش أنا شخصيا قوي يعني ما بنستخدمه مش أكتر مسخدم اللي هي اللي بوسات أو الحاجات زي كده وتولد في المعادة اللي هي عايزة ويحتفلوا بالعيد الجواز ده زي زي يعني زمان كان الولادة دي حاجة تقوس إيه يعني تحس إن هي زي زمان وكم تشوف الأفلام العربي اللي هو خلاص الطلق جي يبقى البيت كله بيجري والدنيا كلها بتنهار وكوارث ومستشفى كلها بتجري لكن دلوقتي خاص الطلق بقيت ممكن أخذه في الوقت اللي ما أعايز نحن الوقت التقدم العلمي في التحكم في الألم وفي المونترينج نفسه على الولادة أن أنا دلوقتي حاطت مثلا الجنين حطوا على الجهاز بيسمع نبض القلب سانية بسانية بيقسل انخباضات أخبارها إيه فبديني فكرة جيدة جدا عن سير الولادة ماشي في السياق الكويس السياق اللي ما فيهوش مشاكل ولا بعد الشهر في حاجة فالردخل بدري أبدأ منها حاجة زي طيب دكتور عايزين نروح باللولادة الطبعية اللي هي مش واخدة يعني إيه محدش بينصفها اليومين دون الولادة الطبعية لازم نقول برضو ليه دايما الستات بتخاف من الولادة الطبعية الولادة الطبعية بتعمل مشاكل كتيرة أول السيدة بعد كده يعني حتى لما بتكبر أول سؤال سؤال الدكتور بيقولها وانتي ولدتي طبيعي ولا قيصري ليه لأنه لو طبيعي بيجي لها بقى مشاكل كتير جدا في المهبل والرحم يعني ليه دايما الولادة الطبعية يعني مدمرة للمرأة هي لو دكتور كويس بيولد طبيعي ما فيهش مشاكل خلص يعني هو المفروض أن المكان بتاع المجرى الولادة ده لما عدي منه بيبي تلاتة كيلو أنا وحاكي ممكن نتخيل أنها ربي بيبي تلاتة كيلو معدي ده العضلات المسكة في التحكم في كذا أو كذا من الكلام ده لازم هتتمزع شوية ويحصل بقى سقوط في المهبل وسقوط في الرحم والتحكم سيء في البول أو كده بس ده مش المفروض يعني أنا لو أنا بولد ولادك كويسة مفروض أنا بعمل حاجة اسمها أبيزاك من الوشاء العجان ده برضو فيه ناس تشتيك تقولك ده أنا من ساعة ما عمل لي موضوع دكتور الخطة والطبيعة دي وأنا مش عارف أقعد كويسة فيه ألام لا هو دكتور أس كويسة ولا يعني فيه نوعين مثلا من الأس حاجة اسمها ميدلاين في النص وحاجة اسمها للجنب بيديولاتر مش مهم من الأسامي فلا ده بعد الولادة الطبعية أثناء والبيبي خارج إحنا عشان هذا البيبي هو خارج يعني بيعمل لنا جروح في أماكن إحنا مش متوقعينها الجرح ده طلع فين واخد فينها يعوّر إيه فإحنا بيدينا بمشرة أو بمحصة نفتح ماء فتح صغيرة خالص وبنخلصها تجميلة على فكرة يعني سيدة تطلع تقولي مثلا هو أنا واخد كم غرزة دكتور حقيقة ما فيهش غرس وأنا هفك الغرس إنت يا دكتور الغرس بدوب لوحدة تمام؟ فلو الدكتور بيولد كويس مفوض ما يحصلش خالص ما تقول مشاكل أنا بنقص بنقص بدري شوية البيبي ما نعودش بها نزقق على بطناها والكلام ده كده أنا خليها تولد بشكل طبيعي حتى البيبي كمان يحصل له مشاكل لو الخروج مش آمن هيحصل له مشكلة في الأكسجين هيحصل له حاجة يعني قلينا أقول إن برضو القيصاري يعني تكملت مثلا المشاكل في الطبيعي على موضوع المهبل وعضلاته ومشاكل بعكية في العلاقة الزوجية والكلام ده لو حصل تعامل كويس مع الأولادة واحد دلوقتي خلاص نفيش واحدة بتجيب مثلا خمس أولاد أو ستة أولاد أو حاجات زي كده ومولادين ثلاثة والحمد لله يعني بحاولوا رجعوهم تاني أصلا بس دايما دايما بتعيش هي في مشاكل بسبب الأولادة الطبيعية لو ستة جاية تقول حداك أصلا أنا جوزي بيشتكي مني أصلا أنا جوزي مثلا بيقول طيب أنا هقولك حاجة لنفترض إن جوزها بيشتكي مثلا منها إحنا عندنا مبدأ عن ما نسميه الطريقة اللي هتدخل بها جراحية بواجه عام سيه مثلا واحدة تعمل استقصار رحم لما أشيل هذا الرحم من النهبل بعد بالك أو أشيله فتح البطن أنهي أأمن أنهي أحسن بلا وجه مقارنة برضو أكيد لو شلته لو ينفع طبعا أشيله عن طريق المهبل فتح البطن ده أنا فاتح بيبقى جنبي الأمعاء وجنبي المثال البولية وجنبي الحالب هل ممكن حاجة من الحاجات دي يتعور هل ممكن يحصل السقاط بعد كده هل هذه السيدة الولدة ثلاث مرات قيساري بيبقى دكتور سعيد لما أتروح له هي عندها خمسة واربعين سنة مثلا ساي واضطرت أنها تستقصر الرحم أواضطرت أنها تشتكي بالدكتور سعيد إن واحدة فتحة بطنها ثلاث مرات لا طوام هي حاجة وساطحة زي ما اتفقنا لو هي نتعام على الطور كويس ولدها أربع مرات أسيتي بشكل كويس طبيعي تمام مش المفروض أنها تشتكي المفروض حتى لو فيه شوية شكوى يكون فيه نوع مع علاجة طبيعي تمرينات ومشتمرينات وكان ده عشان نأول عضلات بتاعت المهبل فالزوج نفسه ما يشتكيش لكن نفترض أنها حاجة زي كده هنعمليه هنعمليه عملية تصليح بتاخد ربع ساعة يعني يعني وبرضو بينجي مثلا الموضوع والكلام ده وبترجع بقى أكناها عروسة جديدة يعني دنيا بتبقى العضلات كلها جيدة وكويسة فأنا هنا هذه السيدة ما فتحش بطنها خالص خالص يعني ولدت أربع مرات طبيعي وعملنا عملية تصليح مهبالي في العجان من تحت واخد بالك ما فتحناش بطنها خالص في كل مرة خالص حاجة ورجعت بعد هذه العملية لكنها يعني لسه آنسة مثلا أعلى أن احنا عايزين ننوه لده لأن يمكن في بعض السيدات عايشة مشاكل زوجية كتيرة جدا ويمكن في الآخر لما بنكتشف بالله أن السبب تافه يعني أنت لو رحت الدكتور المتخصص يعني حل ما فيش في سانية جوه قط العمليات ربع ساعة جوه قط العمليات ربع ساعة لأن في شكاو كتير جدا 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 من السيدات وهي مكسوفة حتى يعني ممكن جوزة يقول لها في مشكلة ولازم تروح للدكتور وكده بعد كده هي بتبقى رايحة مكسوفة للدكتور لأن احنا لسه عندنا الحياء برضو من الدكتور الرجل الحياء كويس هو يعني الدكتور يعني هناك الكثير من الأقسام والتخصصات والكلام كده طيب يبقى احنا رجعنا أن ما فيش خوف من الولادة الطبيعية ما فيش خوف لو ينفع أولي الطبيعي برضو يعني هي علاحة تانية على فكرة وبنشوف سيدات يا دكتور، أنا عايز أولي الطبيعة يعقلوا однаهية الب mourning أو ما سوى عندها رحود عند حاجة ده أنا عايز أولي الطبيعة لا يعني هو في الأول نسأل للدكتور هل أن ينفع أولي الطبيعة أولا لا لو قال ينفع أولي الطبيعة ساعتها بقت تتكلم تقول لأ أنا عايز أولي قيصاري علشان أو عشان عشان أنا دوري أن أقول لها أبدأ لا مفيش ألم لا مفيش موضوع الوسعة أو المشاكل اللي في العضلات دي تمام وإن إحنا ممكن نولس في المعادل اللي حيك برضو عايزين طيب دكتور خلينا برضو يمكن مش كل البرامج أو كل البرامج متخصصة حتى في الكلام الطبي ده بيدخلوا في جوانب معينة تلاقي دهما كله ستاندرد أنا بحب أدخل في الدهليز الغير مألوفة يعني مثلا سيدات كتير قوي كتير قوي يعني ما عندهمش الوعي الصحي والثقافي أنهم ما يهتموا بالرحم ويهتموا بالجهاز النسولي بتاعه كيفية الاهتمام بهذا الجهاز المهم جدا اللي هو ميش بس هي اللي بتتأثر بي ده كل يعني على مدار عمرها كل تمام مفوض إمتا نبتدي نهتم بهذا الجهاز النسولي ونهتم بي إزاي وبالشكل الصحي والعلمي تمام حاجة بتكلمي في مبدأ مهم جدا جدا وده الطب يعني بره مثلا تلاقي دكتور وراجع دول كده إن مثلا هذا الشخص تم أربعين سنة مفوض عمله كذا وكذا وكذا تم مثلا نسي خمسة أربعين سنة مفوض نعمل كذا وكذا هم أخذوها منين راحوا مستشفى لقوا إن الناس جاية مثلا تسعين في المائة جايين بيشتكوا ساي من أمراض شرايين فقالوا ده السبب الواحد مثلا للأمراض أو لفايا ساي في أمريكا فقالوا خلاص لأ إحنا لازم نوجه نفسنا للعناية بحاجة زي كده ده بيبدأ بيأخذ عشر سنة عشان ساي بشرايين فنيجي قابليها بقى هو عنده أربعين سنة نعمل كذا وكذا نعمل كذا وكذا بالنسبة لنا للجهاز السناسولي هو واحد من الحاجات يعني خامس واحد في جسم السيدة اللي هو ممكن تحدث فيه بعد الشرق أو راجعين كمام وفاري كامل يعني شايع جدا بس من شوف دلوقتي سرطان الرحم ده اللي أنا لسه كنت أرهولك حاجة موجودة وكتير وكذا كمام فهو الموضوع بسيط يعني هذي استيادة باختصار شديد ظهرت الطبيب كل سنة مرة كمام قبل الأعراض يعني للأسف إحنا كمصليين هل ليه أعراض يعني سرطان الرحم ده ليه أعراض ملموسة يعني نقدر لو قلنا مثلا مؤشرات كده نفهمها نتكلم عن سرطان الرحم على فكرة احنا نتكلم عن ثلاثة أمراض على الأقل يعني ده إذا كان كمان لو وسعنا مدركنا إن فيه مبايت كمان يبقى فيه حاجة أو رامف المبيض أو رامف الطنط الرحم أو رامف عدلة الرحم أو رامف عنوخ الرحم كل واحد من دول له ما نسميه البيهيفير أو التصرف بتاعه بيطلع في سن كان يعني مثلا سرطان عنوخ الرحم بيطلع في سن لتو بيكس مثلا ثلاثينات ممكن ويرجع تاني يظهر عند الخمسينات تمام سرطان المبيض مثلا الأفريج مثلا من قولت هذا بستين سنة عشان يحصل فيه تمام سرطان مثلا بيطلع طنط الرحم بيظهر عند سن نساء الخمسين والكلام ده كده أنا هنا أتحدث عن معاد زهور تمام أتحدث أخ أيضا عن نوع مريض يعني مثلا السيدة اللي مخلفة كتير 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 دي يجي لها سرطان عنوخ رحم مثلا خالص دي غالبا ما يجي لها سرطان عنوخ رحم خالص ويجي لها مثلا مبيض وكده أتحدث عن جسم لو سيدة مثلا تخينة قوي وعندها سقط ضغط مثلا وسكر دعم ما تم بنلاقيه أكثر مع سرطان بطانة الرحم نعم يعني عشان ما خش في تفاصيل كثيرة أعرف إزاي أعرف إزاي أنا دلوقتي سيدة عندي أربعين سنة أنا دلوقتي سيدة بتتفرج علينا عندي خمسين سنة عندي ستين سنة وشكة أن أنا مش تمام أعرف إزاي بقى المؤشرات هو سؤالك دايما حينما يكون هناك شك أنا في حاجة هنروح للدكتور ده لازم لأنا بحاول برضو نحن بنفس الصقافة دي في النمجن الدكتور ده لازم يبقى مشوار قريب يعني ما نستتقلش قوي نحن نروح للدكتور لأن يعني يعني مش عايزة أقول بس كلمة خبيث يعني يعني خب ده خبيث ما بحسش به فجأة بوجه تلاقيه منتشر رواح كذا وكذا ففكرة أن أنا أستنى لما نشتكي من أعراض ده نحن نشتكي نحن كده تستوليت في مراحل الأخيرة بصبت كده يعني ده مش صح يعني كمان الطب وضع لنا كداول معينة يعني أنا مثلا أي عينة عندي حتى لو هي حاملة والكلام ده طبعا يعني بيكون في تكملة في التعامل والكلام ده فأنا دائما بأصدر لهم هذه الثقافة يعني كمان أني إحنا سي وانا بتباعها لقيت ورا مني في هي لازم تكون عارفة أني عندها ورا مني في أني كل ستة شهور أو كل سنة لازم هتتابع مع الدطور حجم وصل لإيه والكلام ده كده وأنا بتباعها لقيت مثلا عنق الراحم في التهابات متكررة والكلام ده كده يبقى لازم تبع عارفة أن هذا التهابات متكررة وأن ده ممكن يقلب بحاجة في عنق الراحم بعد كده فلازم مثلا بناخد مسحة كل ستة شهور مثلا لو الدنيا صعبة أوي ممكن بتوصل قد كل ثلاث سنين لو الدنيا بسيطة ما فيهاش حاجة عندنا في مصر هنا أن إحنا لدينا عاداتنا وتقردنا الجيدة اللي بتحمينا من حاجة زي كده طيب تمام طيب فيه حقنة ظهرت أنها تمنع سرطان الرحم والحقنة دي بتتاخد على وجراتين هل الحقنة دي فعلا يعني متأثر إزاي ومدام فيه حقن لسرطان الرحم ليه ما باش فيه حقن لجميع السرطانات طيب هو شركات الأدوية تزعم من هنا في الكلام ده لكن خلينا نحط الوضع في مقامه تمام تاني بتحدث سرطان الرحم ده تلات حاجات اللي احنا بنتكلم فيه عن ظهور هذه الحقنة هو سرطان عانق الرحم مش بطانة الرحم ومش عادة الرحم وطمعا مش النغوية تمام العلماء فكروا ازاي ليه سيدات بيجي لهم سرطان وعنق الرحم لقوا فيه عشرة أسباب يعني مثلا زي ما قلنا اللدن متكررة العلاقة الزوجية في سن بدري تعدد مثلا برا في أوروبا ربنا العلاقة الزوجية في سن بدري جواس سن بدري كمان تعدد العلاقات الجنسية بالضبط كده وحينا ما بيبقاش من السيدة بيبقى من الرجل من الزوج لو الزوج راح خان مراته ممكن يجيب مرض لمراته فطبعا احنا عارفين ده فآه يعني قصة السيدة بتفجع لو هزانة يجيلي كده طبعا بيبقى أسباب متعددة بيبقى لي أسباب كذا حك تمام هم بقى شركات الأدوية يمسكوا في واحد من عشر أسباب دول فيروس فيروس اسمه HPV مش مهم نوع من الفيروس نوع من الفيروس الفيروس ده بيجي في عنق الرحمن بيجي في عنق الرحمن الفيروس ده مئة مئة إخوات يعني مئة سترين عائلة كثيرة واحدين ثلاثة غاية مئة ماشي الفيروس ده ستاشر وثمانتاشر منه عائلة لقم ستاشر وثمانتاشر هم اللي بنسميهم هاي ريسك ان هم يعملون شرسين شوية آه لكن ثلاثة وتلاثين وواحد واربعين ومش عارف ايه بنسميهم موضرات ريسك موضرات ريسك بيجيب بره بيجيب وفيه حاجة اسمها لو ريسك آه هم قالوا ايه في التطاعمات ده بخارج الاطار الصحي آه بضبط كده بصت بقى أنا دايما بحب أقولها كده خارج الغطاء الصحي والاطار الصحي والمجتمعي لإني ليه لأن حتى بره حتى بره وانا احنا معناش لاحق في العلم واحنا بنتكلم في حاجات كويسة حتى بره اللي هم بيقولوا اللي هم السيدات اللي ملهمش يعني لأصل ولا فصل اللي هم بتوع فتاة الليل فتاة الليل بيحافظوا على نفسهم صحيا يعني بيتجنبوا مخاطر الأمراض هم البنات دول أو ستات دول إحنا عندنا بقى أو يعني أيا كان يعني ما عندهمش روابط اجتماعية ولا عندهم حتى روابط صحية يعني لو تفتكر حذيك رجعنا زمان قوي قوي أيام الأفلام بتاتقابي دوسك كان فيه حاجة اسمها الحاجة الصحي حتى يعني لما كان مترخص الدعارة في مصر زمان قديم الأزل كان فيه رقابة من القانون عليهم لأن هي ممكن تتعدي الرجل يعدي زوجته طبعا وهنا حكي أنا فتحت درج أنا بتكلم يعني درج واحد لكن ده فيه سيلان وفيه زهري وفيه ايدز وفيه حاجات كتير أب وهو راح يعمل كده ده ده داخل بودي نفسه ده يعني فديه وقاية بقى كمان يعني أنا عايزك تقول نصيحة للرجالة لا رجالة يعني أو الله لأن السيدات غلابة في الآخر بيشتكوا بعد ما بيتنقلهم الأمراض لكن الرجل لازم يبقى واعي أول صحته واعي طبعا وهو قص يعني اللي يلتزم بدين أو حتى بأساطنا لأسهنا عندنا الشباب دلوقتي يعني متطلع زيادة عن زوم مع كم التواصل الاجتماعي وكم شبكات الإنترنت فالشباب دول صغيرين لسه يعني بس فرحانين قوي بنفسهم 13 سنة و15 سنة و16 سنة يعني لازم نوجلهم رسالة برضو الرسالة دي تبقى بالأب والأب يعني أنت هتقولها للأب والأم وهما بالتالي في تربيتهم هو طبعا أنا مع أولادي مثلا أنا مع أولادي نفسي يعني ابني صحبي يعني بنتكلم في كل حاجة في الإطار المخترم كويس يعني طبعا فيه يعني أنا مش صاحبه يعني بابا يعني فرضو بس بنتكلم في كل حاجة المسحة من العنق الرحم بقى عشان مثلا كامل موضوع اللي هو التطعيم ده هما بيطعمه سريعا باش قدامنا دقيقين خلاص هما بيطعمه ضد الفيروسين دوله احنا في مصر يعني لنا أن نختلف أو نتفق توأي مدى عندنا حكاية العلاقات الزوجية اللي خارج إطار الزوجين يعني دلوقتي غير زمان لا دلوقتي فيه مفتاح شوية أكثر وقفينس يعني يعني أنا أتمنى أنا يعني أتوقعه ممكن يكون حاجة طبعا موجودة لكن مش بالشكل تاني حاجة في مثلا في أحد الأبحاث أن السترينز اللي عندنا هنا في مصر مثلا هي تادل ثلاثين فإننا لو خدنا 16-18 فهدومنا مش لازم تمام يعني حتى التطعيم ده مالوش لازمة مش مالوش لازمة يعني يعني تب ليه في سيدات كتير خدت التطعيم ده دكتور لعب في هرمونات الجسم لا هو ده تطعيم فيروس زي من طعم ضد الحصبة زي من طعم ضد الجديري واتفر من طعم ضد ايه ده تطعيم ضد فيروس فمفوش مشاكل خاص نحن ناخده أنا نتحدث عن خطورة في أخدانه بس يعني اللي هو أخده ده تطعيم ما يفتكرش أن أنا كده خلاص أن أنا كده خلاص أن أنا كده خلاص لا في عشرة عزباب ثانية وفي سترينز ثانية من من هذا الفيروس حتى لو أنا افترضنا من هذا الفيروس يعني والفيروسات دي مبانش بأي تحليل غير عينة عينة لازم عينة أنا مسحة مسحة دي حاجة بسيطة خالص مسحة من عنق الراحن من عنق الراحن وابتتحلل هو على أساسها نبدأ نشوف هل في نشاط فعونق الراحن طبعا في حاجات الفيروس دي بيعمل حاجة اسمها سنتاتي يعني بيعمل ظهور بثور كده موجودة على الأعضاء التناسولية طبعا ظهورها نمش منا تجين مسحة بقى لأ ده حاجة هي موجودة يعني بتبان طبعا طيب دكتور يعني أنا بشكر حضرتك جدا إحنا تفرعنا شوية في الموضوع بس موضوعات مهمة بجد يعني أكيد فيه تريكات بسيطة كده حتى حداك هتلاحظها في العيدة أنه يبقوا مكسوفين يتكلموا فيها. لا إحنا بنامك طبي ويمكن هدفنا الأول والأخير توعية الأسرة المصرية. من الأب للأم للولاد. والأم دي يعني هي العمود الرئيسي في البيت. فالأم لو صحتها كويسة هتلاقيها بتنشر وعي كويس وبتنشر تربية سليمة. ولو صحتها مش كويسة هتلاقيها طول وقت البيت كله مفكك. دكتور حضرتك أرى أشكرك جدا. دكتور خالد عبد العزيز مدرس واستشاري لأمراض النساء والتوليد. طب الأسر العيني نورتنا وقفتنا. شكرا